سفر أشعياء وجميلة جدا هذه الكلمات العظيمة اللي بنقراها عن حب الرب العظيم لنا وارتباط المحبة بفرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي يعود شافوا ده عن الأمة بتاعتهم قد ألبسني سياب الخلاص هاللويا سياب الخلاص مش سياب العالم مش سياب المجد الباطل كساني رداء البر أو بعدين مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بالحلي بتاعتبو حليها بإسم الرب يسوع ويقولها كده وتكونوني أكليل جمال في أصحاح 62 تاجا ملكيا بكف إلهك لأن الرب يصر بك وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك هنا اليهود العلماء والمعلمين اليهود فصاروا كل داني دي الأمة اليهودية حينما يرسل لها الرب المسيح حينما يرسل لها المسيح كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك وعندنا سفر يعبر كمان إن العلاقة بين الرب وبين شعبه هما شافوها علاقة بين الرب والشعب ولكن كده ممكن تاخد الآيات دي وكل تأكيد علاقة بين الرب وبين إنه فرحان بيك كفرح العريس بالعروس وشوف معايا كده سفر هام جدا لأنه أيضا يشير الحب أول سفر في الأنبياء الصغار وهو سفر هشع سفر عظيم إذا أخذ نفسك إمرأة زنا والحديث عن الرب حبه لشعبه هأنا إذا أتملقها وأذهبها إلى البرية وألاطفها وأجعل وادي عخور وادي اليأس بابا للرجاء سفر هشع بيتكلم عن إن الرب بيحب شعبه ما حبه حايز يرتبط بشعبه وارتباط الزوج بالزوجة الزوج المحب جدا جدا للزوجة المحبوبة جدا 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 التي تحبه المحبة الشديدة جدا جدا لكن برضو شوف نفسك في سفر هشع شوف نفسك في كلمات أشعية إن الرب اللي بيحب الشعب زي ما قالوا علماء اليهود ونحن معهم في أنه كان بيحبه شعبه جدا ويريد أن يرتبط بشعبه وارتباط الحب بكل تأكيد هو يحبك أنت ويريدك أنت ويريد أن تكون العلاقة بينك وبينه علاقة حميمة جدا علاقة حب عظيم لا يضعف يا رب نشكرك لأن حبك لشعبك بشوف في حبك لي قولوا كده حبك لشعبك أشوف في حبك لي وده اللي خلى ناس مفسرين شافوا إن سفر نشيد الأنشاد يتكلم عن حب الرب لشعبه اللي هيظهر في نهاية الأيام ويقولوا سفر نشيد الأنشاد ده بيتكلم عن حب الرب لشعبه آه اليهود قالوا كده بس هما كمان شايفين إنه مش بس عن حب الرب لشعبه قبل ما جاء المسيح لا ده هيستمر ويظهر بو بعظمة فائقة مع الناس القليلين من اليهود اللي هيقبلوا الرب يسوع هيقبلوا الخلاص هيقبلوا موتوا من أجلهم هيقولوا مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أسامنا وإحنا غلطنا لما صلبنا حسبنا مجرم وحسبنا كذا لما يتوبوا مرددين كلمات أشعيات 53 الرب يأتي إليهم ويعود إليهم ويقولوا سفر رشيد الأنشاد في أجزاء منه بتكلم عن هذه المرحلة التي ستحدث في نهاية الأيام حينما يأتي الرب لشعبه وطبعا يقولوا بعض المؤمنين ما يكونوا اختطفوا إلى السماء في نظرة تفسيرية كده في نظرة تفسيرية للسفر سفر قصة إنما بيشوف الروح بيقولها دي بتتكلم عن حب الرب للأمة اليهودية اللي هيبان في نهاية الأيام لأن اليهود يعرفوا الرب زي ما بتقول رسالة رميا لعل الرب رفض شعبه كلا لكن دي مرحلة وبعدين بعد ما المؤمنين ينضموا هيجي الرب لشعبه بتاع العهد القديم لكن في رؤية أخرى يبقى عندنا رؤية العلماء اليهود ده علاقة الرب بالشعب في تفسيرهم للسفر نشيد الأنشاد وعندنا رؤية بعض الكتاب المسيحيين إنها فعلا عن علاقة الرب بالشعب اليهودي لكن العدبان مكتملة في نهاية الأيام نما في ناس بيشوفوا إن دي كمان السفر ده بتكلم عن علاقة الرب الي فيها كل حب بالمؤمنين بالكنيسة وأفكركم بالآية الزهبية لأنها زهبية فعلا الي قالها بوليس في رسالة أفاسوس وشوف هنا أيها الرجال أحبوا نساءكم ما هو نوع الحب الذي عليك أن تحب به زوجتك كلمة حب دي يستخدمها كل الناس والملحدين عندهم كلمة الحب والخطاء والمجرمين إنما الحب الذي يريد الرب الرجال أن يحبوا به زوجاتهم الرجال اللي هم أولاد واللي من شعب واللي أمنوا بيه ما هو نوع الحب هل هو حب عادي هل هو حب المنتشر في العالم اللي بتقدمه المسلسلات والميديا لا 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 شوفوا الكتاب كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة لها جماعة المؤمنين من كل الأماكن من كل الكنيس من كل قبيلة أمة ولسان زي ما بيقول سفر الرؤية دول الكنيسة الزوج عليه حب زوجته زي ما الرب حب الكنيسة ده نوع حب مختلف وسفر نشيد الأنشاد يشرح إيه الحب اللي حب به الرب الكنيسة وكيف يتعامل معها تعامل الحب وكيف يمدحها وكيف يصفها وانت كذوق هل تعامل زوجتك تقدم له هذا الحب ولا انت مش مطيع للوصية اللي في أفاسوس خمسة أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وقمة الحب كانت في الصديب لا شك وأسلم نفسه للموت وللعار وللألم ولأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة يبقى هنا كما أحب المسيح أيضا الكنيسة عشان كده الناس دي الرأي التالت أني لا سفر نشيد الأنشاد يتكلم عن العريس سليمان يتكلم عن الرب يسوع وشلامي ستكلم عن الكنيسة وما ننساش بوليس لما قال أن الخدمة بتاعته أنه بيجيب ناس عشان يبقوا عروس للمسيح ترجمة نانسي قنقر